طبيعي جدا انه فخامة الرئيس ينعي المهندس شريف اسماعيل طبيعي مش بس علشان المهندس شريف اسماعيل قدم ما قدم ولكن لانه الرئيس عارف قيمة الراجل ده وعارف قيمة المرحلة شديدة الصعوبة اللي تولى فيها المهندس شريف اسماعيل سواء اذا كان منصبه كوزيرا للبترول او رئيسا للحكومة ونعى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص الحزن والاسى رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف اسماعيل قال الرئيس على صفحته على فيسبوك ما نصه كالآتي انعي بخالص الحزن والاسى رجلا فاضلا من خير رجال مصر رجلا تجسد فيه ضمير هذه الامة رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف اسماعيل لقد كان الراحل رجلا عظيما بحق تحمل المسئولية في اصعب الظروف واحلك الاوقات وكان على قدر المسئولية الصعبة لم ارى من الراحل العظيم الا كل تجرد واخلاص وامانة ورغبة في العطاء مترفعا عن كل المكاسب لا يبتغي اي شيء الا مصلحة وطنه وشعبه انني اعز نفسي واعز الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص وانا لله وانا اليه راجعون هنا تنتهي كلمات فخامة الرئيس في نعي عزاء الدكتور شريف اسماعيل الله يرحمه